أعتقد أن موضوع منطق الإيمان وقانون الإيمان لا ينتهي وكل واحد فيك أو فيكن لو جالس واحدا وقارئ كتاب الله وتدبر والسنة الصحيحة سيظل يكتشف مصاديق لقانون الإيمان هذا من قانون الإيمان هذا لا يفهم إلا بقانون الإيمان الصدقات مثلا والعطاء تفكر أنت واحد مثلا مادي غرب أو شرقي يمكن أن يفهم مفهوم الصدقة أني أعطي جزء من مالي ومرة جزء كبير أقول لك لماذا تفعل هذا ممكن تعطي شيء محدود ممكن تكتفي بالضريبة تغذى الدولة منك وخلاص والدولة تنظم هذا الأمر لماذا أنت تعطي هذا وهذا ومن تعرف هم لا تعرف وهذا حقك وحق أولادك ومش عارف إيه وتوسع بها على نفسك أما تقول له أنا أعطي هذا كمؤمن طبعا طالبا لرضوان الله للدرجات عند الله وفي نفس الوقت أنا مقتنع تماما أن هذا لا ينقص ما يقول لي ما أعرني عقلك أعدها أعدها لا ينقص ماذا يقول له لا مش هيفهمها يقول أنت فيك جنون ديني صح المادة يقول لك أنت مقبول الدين خرب لك مخك مضبوط فعلا لا تفهم بالقانون المادي قانون المادي عندي ألف أعطيت خمسمائة قد يجضل خمسمائة مش عصير ألف انسى أنت عندك يقين بقانون الإيمان أن الخمسمائة الباقية أفضل من ألف لو بقيت انت تعقلنوا حر ما تعقلنوا يبقى إيمانا ممكن تعقلنها أنت حر لكن هي في الحقيقة جوهرها إيماني تسليمي مش مادة عقلاني كمؤمن أنت تنطوي كصاحب تجربة إيمانية تقولي لا تناقشني أصلا في هذا لماذا لا أناقشك ستقول لي كل ما أنا فيه من نعيم كل ما أنا فيه من ساعة بفضل الصدقة لم أجرب هذا مرة جربته ألف مرة سأقول لك أنا كمؤمن أصدق لأنه عندك تجربة برضو عقدي مشابهة كان أقل من تجربتك أضعف لكن عندي وهو عنده وهي عنده صح؟ هذا أنطق الإيمان في بلاد الشام كان في شيخ اسمه سليم لمسوتي قدس الله سره حدثنا عنه مرة يبحث عنه برضو في النت وشوف شكله ما شاء الله الرجل عجيب مشهور بين كل علماء الشام عول الشام بما أوتي من توكل على الله عنده حالة في التوكل غريبة سوء المرة واحد ولي منقطع في قنة جبل حدثكم أيضا القصة عنه تركي في تركيا راح قابل الشيخ أمين السويت قدس محمد أمين السويت قدس الله سره وأول مرة قابل معاه قسك بالمهم فالتخى به وتكلم وكذا وهو لا ينتخي بأحد ولا أحد يخترب منه لما راح الشيخ أمين قل له نزله واحتضنه واستخل الأتراك استغربوا لأوليها بعضهم وعول مرة أول لقاء وطلع معاه مكث معه نصف ساعة ساعة وننزل ماذا فيه؟ مرضي حلفوا بالله قالوا بأحدثكم بطرف معين قال سألته في أشياء معينة سألته عن الشيخ سليم لمسوتي في الشام هذا عمره ما زال المكان هذا في تركيا قالوا من الشيخ لمسوتي قالوا أوتي من التوكل ما لو وزع على أهل الشام كلهم لكفاهم اللهم أعطينا من عطاك يا رب قالوا طب سيدنا الشيخ بدر الدين الحسني قالوا لا هذا لا يعلم مقامه إلا الذي خلقه الشيخ بدر الدين عجوبة عجوبة هذا الرجل هذا عجوبة قد صلى الله وسلاه الكريم يبحث عنه برضو وشوفوه وتملوا حتى بمنظره الكريم شيخ سليم لمسوتي أبو التوكل هذا عجيب كان عنده أربع زوجات كان مزوجاً بأربع زوجات ومرزوق من الأربع الزوجات بأولاد يعني قصة كبيرة مدرس عنده في البيت وكان الوقت رمضان وهروف عن نداء المغرب رفعوا التمر ما بدون كذا وإذا بالباب يطرق الطعام اللي عنده لكم يكفي بأربع زوجات بأولادهن بكفي أهل المسجد يعني كان طرق الباب وإذا برجو الفقير منكسر قال والله يا سيدي ما عندي في بيتي لنفسي وأهلي حتى لقمة خبز غير كلام دخل قال أولاده الأكل كله يحمل إليه يلا ماشي أن أعطوه على جده كل الأكل هو إيك مقام التوكل هاي ما بفهمها إذا المؤمن أعطي الأكل كله حملوا لولواد معاه رحمة معاه عبيته تفضل خذ خذ ما هذا هم بدوا يأكلها مسكين وهرب الشيخ خل المسجد ربما خاف من بعض زوجاتي أنه اتق الله يعني يا شيخ إيش هذا طيب ورمضان وإيش دفع هارب على المسجد صلى هناك ومكث هناك وبعدين رجع قال بكون حين هديوا ثم رجعوا وإذا بالدنيا قايمة قاعدة إيش في هاك الدنيا ناعش وشغلات إيش في قالوا والله يا سيدي شيء عجيب الباشا فلان كان فيه باشا تركي ها عمل عزومة كبيرة على شرف مش عارف واحد آخر وهذا الآخر مجاش فالباشا غضب عامل أكل عزومة الباشا في القصر يعني أكيد المدعويين مش أقل من مئة ومئة 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 ومشهر وعزومة باشا عاد فغضب الباشا مجاش قال لهم بلاش يجي قال لهم ما يجي احملوا هذا الأكل كله إلى دار الشيخ سليم المسوتي والله العظيم شيء ليه أكد يصدق فراح كله حلو طيب أضحك الشيخ ربنا معوده هيك توكل كامل يتصرفه ما شاء الله في أعلى درجات بقدر يصرفها مش أعطى جزء كله هو هيك حياته عنده توكل عجيب قدس الله وسره منطق الإيمان هذا نختم بالقصة الحلوة هذه قصة الثانية عنه مرة إيش اللي حصل نفس الشيء أجاه واحد وكان عنده خلق رسول الله لا يسأل شيئا فيمنعه لا يسأل شيئا فيمنعه النبي كان سوء المرة حتى إيجي الباب نزعه وأعطاه للسائل نفس الشيء حصل مع سيدنا الشيخ سليم النسوتي قدس الله زره واحد هيك فقير مثل تبرق أو كذا قال له يا سيد يعطيني هذا الجلباب أو هذا الشيء أنت لابسه قال له حاضر دخل بيته نزعه لبس صغيره وله تفضل وخرج الرجل راح فيه الشيخ زائل سعاد في ذكره كذا طريق الباب خرج ابنه إلا فيه رجل قال له يا أخي والله أنا كذا وأشتغل فيه هذه الأشياء في نفس هذا النوع من اللباس إله اسم معين آه لا أعرف بسمه وصايا أو كذا أشياء زيك صعيات أو كذا بالشامي لم أحقق اللفظ فقل له أنا حبيت هذه لسيدنا الشيخ أحبه أنا في الله عشرة من جنسي التي تصدق بها عشرة في نفس الوقت يعني في نفس ساعة زمان فابنه ذكي قال حلوين هذول أكاد وشفقهم سأخذ واحدة إلي خبأ واحدهم دخل قال له يا والدي هذولا جاء من رجل من أحبابك قال كم قال له تسعة قال عد مباشرة إلي قل أولا لا نقبل الله الحسن عنده بعشرة أمثالها قال له يا أبتي والله العشرة عندي أنا اختصصت بها نفسي وهي عشرة ربنا معود حسنة من دستنس أقل شيء ربنا يكافئك بعشرة أمثالها هذا منطق مادي ولا منطق الإيمان روح حدث أكبر فيلسوف عاد مادي سأقول لك أنت واحد أهبل خلينا في هبل رضينا بالهبل أنت تشوفنا هيك فإنا نسخر منكم كما تسخرون والله ولذلك يا هنيئا يا هنيئا للمؤمن الذي صدق الله في إيمانه وتحققه وعاش بإيمانه والله يكفى همه وإن شاء الله يغفر ذنبه ويسعد حاله وتأمن دنياه وآخرته لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكمه والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر